نظمت مدرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى المنيرة بواحة الخارجة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وتدفل قافلة لتوفير رعاية الطبية للمردى غير القادرين قافلة طبية مجانية جديدة نظمتها مدرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك في قرى المنيرة بواحة الخارجة في المحافظة نقدم خدمات للمواطنين فيه خدمات أشعة وخدمات تحليل وفيه تخصصات ست تخصصات طبية مختلفة والصيدلية فيها علاج لتقديد جميع التخصصات الطبية وكل الخدمات مقدمة للمواطنين بالمجان القافلة ضمت كافة التخصصات الطبية من البطن والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والأمراض الجلدية والنساء والتوليد وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحليل الطبية وكذا صيدلية تتوفر بها كافة الأدوية كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الجراحات اللازمة خدمة تماماً زي الفولمية مية الحمد لله تماماً الحمد لله خدمة كويسة تخدم الوطن وكويسة خدمة كويسة وهذه تكشفت نهاردة وكسفت على كنت تعبانة وكسفت أنفو أزن وكل حادة وقضون علاج البلاش ونشكر الدكاترة ونوردين الحمد لله الدكتور أعطتني كل العلاج والحمد لله متوفر كل العلاج هنا في المستشفى وربنا يباركنا فيه ميران القوافل الطبية تهدف لتوفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع إيماناً من الدولة بتقديم الخدمات الصحية لغير القادرين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحقيق الهدف الرئيسي الذي نشد به الرئيس عبدالفتاح السيسي من أطلاق المبادرة ألا وهو بناء الإنسان ترجمة نانسي قنقر